سمحت الأردن أو استوردت 2700 سلعة من إسرائيل بدون جمارك ومعفا من الضرائب وكان الكثير من هذه السلع أو معظمها سلع تخص المفاعل النووي يضاف إلى ذلك أننا استطعنا أن نثبت أن هناك وثائق ويكيليكس أثبتت أن هناك ثلاث لجان أردني إسرائيلي مشتركة تناقش قضايا المفاعل والحكومة الأردنية تنكر ذلك ولكننا أثبتنا هذا يضاف إلى ذلك أن الأردن يعلن حاليا أن المفاعل الأردني الذي سيكلف 10 إلى 12 مليار دولار ستدفع الحكومة الأردنية 1 مليار وتتحدث عن شركاء دون أن تسميهم منهم وهذا يعني أن إسرائيل شريكة في المفاعل الأردني بكل وضوح ترجمة نانسي قنقر